حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها صحيفة أمريكية محاكمة طالب يمني في الولايات المتحدة بتهمة ارتباطه بميليشيا الحوثي ماري بريس قاضي متعصب ينظر في ملفات الصحافيين المعتقلين بصنعاء ومن أخبارنا المنوعة إسبانيا تمنع من وزنه أكثر من 80 كيلو من ركوب الحمير أهلا بكم نشر في صفحتها على الفيسبوك صورا وهو يتلقى تدريبات مع ميليشيا الحوثي قبل سنوات وبعد ذلك كافأته الميليشيا بأن بعثته للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد كاذب أثناء تقديم طلب التأشير أنه ليس على صلة بالميليشيا لكن ظهرت معلومات جديدة تدين الطالب اليمني جعفر محمد إبراهيم الوزير والذي يحاكم في أمريكا وفقا لصحيفة The Philadelphia Inquirer والتي عنوانات محاكمة يمني في الولايات المتحدة بتهمة ارتباطه بالحوثيين يواجه الطالب اليمني المحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة إخفاء روابطه من جماعة الحوثي المسلحة ويتهم محاقق الإرهاب الفيدراليون وفق تقرير الصحيفة الذي ترجمته يمن مونيتور جعفر محمد إبراهيم الوزير وهو طالب سابق في جامعة دريكسل بإخفاء جميع روابطه مع جماعة الحوثي التي أدخلت اليمن في حرب طاحنة ومدمرة وقال ممثل الإدعاء في فلادلفيا أن الوزير مواطن يمني يبلغ من العمر 24 عاما وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات وكذب أثناء طلبه للحصول على تأشيرة طالب ووثائق الهجرة الأخرى وتبين فيما بعد ارتباطه بحركة التمرد الحوثي قام مسؤول دريكسل بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016 بعد اكتشافه صورة نشرت على صفحته في فيسبوك والتي تصوره بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز AK-47 تحت عنوان نكره جميع الأمريكيين ويموت جميع الأمريكيين وخاصة اليهود ورقب المحققون الأمريكيون صفحته وكشفوا منشورات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك المنشورات التي يقولون أنها تصور تدريبات على الطراز العسكري مع المقاتلين الحوثيين في المناطق الجبلية الجرداء في الشرق الأوسط وتشير إحدى الصور المنشورة في الدعاية الرسمية الحوثية بحيث يظهر الطالب وهو يلوح بقاذفة قنابل صاروخية وبجواره شعار الحوثيين الشهير الله أكبر الموت لأمريكا عندما واجه محقق الإرهاب الفيدراليون الوزير في حرم دريكسل في عام 2016 نفى الوزير وجود أي صلة له بحركة الحوثي وأكد أنه لم يطلق أي سلاح أو يتلقى أي تدريب قتالي وإذا أدين بالكذب على أوراق التأشيرة فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل تهمة يواجهها وكذب بشأنها الوعي التاريخي والقضية الوطنية تحت هذا العنوان كتب موسى عبدالله قاسم مقاله المنشور في الحرف 28 مضيفا المجتمع اليمني واحد من أعرق المجتمعات المتجذرة حضاريا فهو يرزخ بموروث حضاريا مادي مبهر ويمتلك تاريخا إنسانيا باذخا صنعه الإنسان اليمني في مختلف حقاب الزمان وعصوره خاصة حضارتي سبأ وحمير الممتدة عبر آلاف السنين هذا التاريخ التاليد يفترض به أن يكون حاضرا في الوجدان اليمني الجمعي وأن لا يبرح مخيلة الأجيال اليمنية ذلك أن الوعي به واستحضار إشراقاته يجذر الانتماء الوطني الجامع ويوثي قعر المجتمع ويفتلها ويحافظ على كينونة الأمة اليمنية ووحدانيتها السياسية والجغرافية والإنسانية ولو أن الوعي بتاريخ اليمن ظل حاضرا في أوساط اليمنيين عموما لما سمعنا بالنزعات الانتصالية وموجات التنكر لليمن الواحد وهو الوعاء الجامع لأبناء العمومة والأرومة الواحدة ولم احترب الأهل والأقارب استجابة لنزوات حكم آنية زائلة ولما كان اليمني عرضة للاستقطابات الداخلية والخارجية وفي ذات السياق فإن الوعي بتاريخ الدخلاء على اليمن خاصة السلالة الهاشمية العنصرية واستحضار جرائمها في الوعي الجمعي اليمني هو واجب وطني أيضا لتحصين المجتمع اليمني وتمنيعه والحيلولة دون استغفاله مرة أخرى من قبل الكيان العنصري وزنج به في أتون حربها السلالية بما تملكه من محركات دينية عنصرية والحقيقة المرة هنا أن الأجيال اليمنية التي أعقبت تورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة نأت بنفسها عن قراءة التاريخ اليمني زينه وشينه ولو أنها وعت على الأقل التاريخ اليمنية المعاصر تاريخ الحركة الوطنية اليمنية ونضالاتها خلال القرن العشرين لما كنا نعيش هذا الواقع المرير ونعيش هذا الخراب المنتشر في كل ربوع اليمن أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء ملف محاكمة الصحفين المختطفين إلى قاضي متعصب للجماعة بشكل مطلق وفقا لهيئة الدفاع عن المهتقلين وعنوان موقع مأرب بريس جماعة الحوثي تضع مصير الصحفين المختطفين في يد قاضي متعصب وقال رئيس الهيئة عبد الباسط غازي إن الهيئة تفاجأت بإحالة ملف الصحفين إلى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين وأكد غازي أن هيئة الدفاع تعترض على هذا الإجراء وتطالب بالإفراج الفورية عن الصحفين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر وطلب المحامي اليمني بإحالة ملفهم إلى محكمة الصحفة نظرا لنعدام الاختصاص النوعي لمحكمة الجزائية ونعقاد الاختصاص لمحكمة الصحفة ولفت إلى أن تقديم هذا الدفع من قبل الهيئة حق خالص من حقوق الدفاع بموجب توكيل الصحفين لها في محاضر تحقيقات النيابة وأضاف كما أن للهيئة الحق في أن تقدم الدفع إلى المحكمة المحار إليها ملف القضية يجب أن تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي بموجب القانون من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب وإلا كان حكمه مشوبا بالبطلان قابلا للإلغاء أعادت السلطات المحلية بمحافظة عدن افتتاح قلعة الصيرة التاريخية بعد نحو خمس سنوات من الإغلاق بسبب الحرب وعنون موقع المشاهد نت إعادة افتتاح قلعة الصيرة التاريخية بعدن وقال مدير مكتب الثقافة بعدن أحمد حسين في تصريح للمشاهد إن افتتاح القلعة تم برفقة مدير عام مديرية الصيرة خالد سيدو وأشر إلى أنه سوف يتم السماح للمواطنين بزيارة القلعة بعد إغلاقها منذ فترة الحرب وسيطرة جماعة الحوثي على مدينة عدن وأكد حسين أهمية إعادة افتتاح قلعة الصيرة كونها من أهم المعالم الأثرية بعدن والافتتاح سيساهم بشكل كبير بإعادة تنشيط السياحة بالمدينة يذكر أن جماعة الحوثي استخدمت قلعة الصيرة خلال سيطرتها على عدن في الأعمال القتالية كما استمرت القلعة مغلقة بعد خروج الجماعة من المدينة بسبب موقعها المطل على قصر معاشيق الرئاسي وأسست القلعة لأغراض عسكرية وكانت تحوي مدافع قتالية استخدمها اليمنيون في صد هجوم البرتغاليين على مدينة عدن بداية القرن السادس عشر الميلادي ومقاومة قوات الاحتلال البريطاني التي اقتحمت المدينة عام الف وثمانمائة وتسعة وثلاثين اعتذار من علم تحت هذا العنوان كتب سمير عطالة مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط هل تدري ما سبب نجاح الثورة المدهش والمذهل في لبنان؟ بصرف النظر عما سيحدث لها غدا إنها بلا بطل بلا لجنة مركزية أو مكتب سياسي وإلا لكان أعضاء اللجنة المركزية انصرفوا إلى تصفية بعضهم بعضا وأعضاء المكتب السياسي سخف بعضهم بعضا ولكان الأبطال تناحروا وتدافعوا بحيث لا يبقى حيا أو خارج السجن إلا القائد ما هذه الروعة أيها اللبنانيون؟ ما هذا البهاء؟ ألف خرزة زرقاء منذ الاستقلال لم يرفع هذا العلم كما رفع اليوم كان العلم شيئا مكروها في مناطق كثيرة وكان الذين يحبونه يخشون أن يعلنوا ذلك وكان الحزبيون والعقائديون يرون فيه رمز العزالية والرجعية والإمبريالية وسائر القافية عندما عدنا من لندن للاستقرار في لبنان من جديد أواخر التسعينيات ذهبت لحضور بعض الاحتفالات وفوجئت بكل صدق بأن النشيد الوطني لا يزال يعزف والناس لا تزال تقف له من دون أن تخشى عقاب رستم غزالة أو تقارير المخبرين عن مثل هذا الارتكاب أولا عزف النشيد وثانيا الوقوف له لم أرى ولا أحد غير رأى هذه الكمية من أعلام لبنان خلال شهر لا أعرف في أي مصنع صنعت ولا أعرف كم منطقة من المناطق تره للمرة الأولى وترفعه وتلوح به غير مرفق بأي علم آخر كنوع من التمويه أو التبرير هكذا وحده رفع في أراضي لم تكن تعد نفسها في لبنان إلا من حيث استخدام العملة ذلك أحد وجوه هذه الثورة التي لم يظهر لها بطل أو قائد أو منظر ظهر فيها شيء واحد هو علم البلد المستقل وفي وسطه أرزة خضراء لا تشح خضرتها بعد ثلاثة آلاف سنة علم جميل رقيق غير متعصب يرفرث مع النسائم والتحيات والأغاني ويسامح الضعفاء مثلي الذين استحيوا به مثل الذين ينكرون آباءهم في جولتنا في الصحف الفرنسية نقلت صحيفة لوفي جاغو عن مصادر عسكرية وطبية قولهم إن سبعة جنود قتلوا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بوسط اليمن التي تعيش أتون حرب منذ سنوات الهجوم وقع على قاعدة عسكرية في مارب بمنطقة يسيطر عليها التحالف وإفقا لمسؤول عسكري في تصريح لوكالة فرانس بريس فقد نفذ الحوثيون الهجوم وقتلوا سبعة جنود بينهم ضابطان وأصيبت عشر جندي كما أكد مصدر طبي في مستشفى مارب هذا الخبر وجاء الهجوم بعد أسبوع تقريبا من هجوم حوثي آخر أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم أربعة مدنيين على قاعدة عسكرية في المخاء قبل هذين الهجومين كانت هناك فترة من الهدوء النسبي في اليمن التي دمرها الصراع بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة منذ عام 2014 لكن منذ تدخل الرياضة على رأس التحالف في 2015 لا يزال حوالي 3.3 مليون شخص مشردين ويحتاج أكثر من 24 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة وفقا للأمم المتحدة التي تصف الرزاع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم تعود موجة الأوبئة بشكل أسوأ هذه المرة من حم الضنك والملاريا وبحسب العرب الجديد فقد أعلنت السلطات الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حم الضنك والملاريا في عدة مناطق وبدء حملات توعية للسكان وقال الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي يوسف الحاضري قال إن هناك استنفارا كبيرا للمساهمة في القضاء على بؤر تكاثر البعود والحد من انتشار الوباء عبر التدخلات في المعالجات ذات الصلاة المواطن كمال عزي قال إنه أصيب بحم الضنك الشهر الماضي ونقلته أسرته إلى مركز صحي في المحويت بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض بينها صداع وألام في العضلات والمفاصل والقيء وأوضح عزي للعرب الجديد أنه قيل له أن هناك علاج المرض لكن يجب تشخيص حالة المريض سريعا قبل أن تسوء الحالة وبحسب آخر الإحصائيات فإن عدد الوفيات بسبب حم الضنك بلغ 62 حالة مقابل 23 ألف حالة إصابة بالمرض فيما زادت عدد الإصابات المؤكدة بالملاريا عن 16 ألفا فضلا عن عشرات ألاف الاشتباه بالإصابة منذ بداية العام الجاري القدس هل المكان جغرافيا أم تضاريس أرواحنا تحت هذا العنوان كتب الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله مقاله في صحيفة القدس العربي مضيفا طفلا عرفت القدس مرتين في العام حين كنت وأبي نزور جدي في مخيم عائدة في بيت لحم لم يتركني أبي خلفه أياما لأعرف أكثر كانت مشقة الذهاب من مخيم الوحدات هنا في عمان إلى عيدة هناك شاقة ومكلفة أيضا بين مخيميني تأرجحت وثلاث مدن عمان القدس وبيت لحم عرفت عمان مدينة حياتي كما لم أعرف مدينة أخرى لكن القدس هي مدينتي فضمن قضائها تقع قريتي لكنني لم أكن أعرفها كما يليق بها أن تعرض حتى قريتي لم أحظى بلقائها لأنها باتت منطقة عسكرية يحضر الوصول إليها لكن القرية التي لم أرها بعيني رأيتها بأعيني سواي عرفت قرية البريج الواقعة على الكتف الغربي لقضاء القدس كما كان يعرفها أهلي تماما كل ما في الأمر أنني لم أرها وهم رأوها ولكنني حين تخيلتها أصبحت أراها أكثر منهم ففي الخيال اتسعت وفاض معناها إذ لم تعد تلك القرية المكونة من بيوت وبساتين وسهول ووديان يتسع البيت برمزيته وكذلك الشجرة والحصان والطريق كما تتسع الشمس بفائض دلالاتها فلا تغدو مصدر الضوء الذي ينير نصف يومنا وحسب كما تتسع قطع القماش الصغيرة التي تشكل عالما في النهاية كان لدي مخزون هائل من ذاكرة الأبوين والأقارب فالذكريات هي الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أن تقول إنك نسيته خلفك في فوضى الرحيل حين تطرد من وطنك كان الأقربون بنوكا للذكريات وفي زمان مثل ذاك لم يكن هناك شيء ننشغل به ويشغلنا ويمتعنا ويبكينا مثل الذكريات نهر طويل لا تستحم به قلوبنا وخيالاتنا مرة واحدة فكل يوم يتجدد وما عاشه المهجر في ثلاثين أو أربعين عاما أو مئة في وطنه لن يستطيع أن يقوله كله في ليلة واحدة مخاصة إسبانية مدينة سياحية يشيع فيها استخدام الحمير كوسيلة للنقل وتنقل السياح لكنها حددت مؤخرا وزن من يركب هذه الحمير واتخذت إجراءات أخرى لحمايتها وكانت اليونان قد اتخذت قرارا مشابها قبل حوالي عام وغنوان الدي تابليو بعد اليونان مدينة إسبانية تحدد الوزن الأقصى لراكبي الحمير وقررت بلدية المدينة منع السياح الذين تتجاوز أوزانهم حاجز 80 كيلو جراما من ركوب الحمير المنتشرة في المنطقة يشيع في المدينة استخدام ما يسمى بتاكسي الحمير وتتيح لزوارها استكشاف معالمها التاريخية والأثرية على ظهر الحمير لكن انتشار مقاطع فيديو تظهر سوء معاملة الحمير من قبل السياح والسكان على حد سواء دفع المسؤولين إلى إصدار قرارات صارمة لحمايتهم ستطبق هذه القرارات بدءا من يناير 2020 إسبانيا ليست الدولة الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار فقد سبقتها اليونان كما ذكرنا حيث قررت وزارة التنمية الريفية والغذاء عام 2018 منع ركوب الحمير لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو جرام موقع البي بي سي تحدث عن مأهد بداري للطيبة التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية ويقول القائمون على المأهد إن التحلي بالطيبة والإحساس قد يطيل الأعمار يقول دانييل فيسلر أول مدير للمأهد ننظر إلى الجانب العلمي من الموضوع فنحن لا نجلس في حلقات ممسكين بأيدي بعضنا البعض وكأننا نشارك في طقوس دينية نحن نتحدث عن علاقة علم النفس وعلم الأحياء بالتفاعلات الاجتماعية الإيجابية قبيل بدء أسبوع الإحسان العالمي هذا الأسبوع ما الذي يعنيه أن تكون طيبا محسنا كيسا وما هي أهمية ذلك هذا ما يبحثه الخبراء وهم جادون في ذلك كل الجدية إذ يقولون إن الأمر قد يرقى إلى مسألة حياة أو موت يقول فيسلر أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا نعيش الآن في زمن يفتقر إلى الطيبة ففي الولايات المتحدة وحول العالم نرى تصاعدا في الصراعات بين الناس الذين يتمسكون بمواقف سياسية أو دينية مختلفة ويقول إن الطيبة هي الأفكار والمشاعر والمعتقدات المرتبطة بتصرفات الغرض منها فائدة الآخرين حيث أن فائدة الآخرين هي الهدف النهائي وليست سبيلا إلى هدف ما من الجانب الآخر فإن العدام الطيبة تعبر عن معتقدات غير متسامحة وان عدام التقييم الصحيح لمصالح الآخرين يفيد المسؤول عن الدراسات في المعهد الذي أسس بمنحة من مؤسسة بداري قيمتها 20 مليون دولار يفيد بأن الناس أكثر ميلا لأن يكونوا عضوانيين وأقل ميلا لأن يقيموا مخاوف ومصالح الآخرين كم كلما شعروا أنهم مجهولون ولا يمكن التعرف عليهم ويقول هاريس أنه ثمت ضرورة لإجراء بحوث لفهم الأسباب التي جعلت الطيبة تتقلص في عالمنا المعاصر ولجسر الهوى بين العلم والروحانيات لماذا يسعى الضعماء العرب إلى عقد شراكات استراتيجية مع روسيا يتساءل زميل مجلس العلاقات الخارجية للأمن القومي الأمريكي أمير أسمر في مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا يدرك القادة العرب أن لديهم نفوذا محدودا على السياسة الأمريكية لكنهم ربما بدأوا ينظرون إلى الولايات المتحدة على أنها غير قابلة للتنبؤ أو غير موثوقة وهناك مجموعة متنوعة من الديناميات بما في ذلك حدوث تجدد للانتفاضات الشعبية العربية أو نشوب صراع بين إسرائيل والفلسطينيين أو حدوث تقارب أمريكي إيراني أو شن هجوم إرهابي إسلامي كبير آخر على الأراضي الأمريكية والتي يمكن أن تهز العلاقات الأمريكية العربية وأن تفتح أبوابا جديدة على موسكو ينبغي على الولايات المتحدة أن تولي هذا التوجه الجديد الكثير من الانتباه لأن تغيير الاستفافات باتجاه روسيا يمكن أن يكلف الولايات المتحدة قدرتها على الوصول إلى المنطقة بسرعة من أجل العمليات العسكرية وقدرتها على المزيد من التأثير في إمدادات النفط وأسعاره وعلى التشارك بشكل أكثر فعالية مع اللاعبين الإقليميين لتعزيز المصالح الحاسمة مثل مكافحة الإرهاب واحتواء إيران وتعزيز الاستقرار ويقوم عدد من شركاء الولايات المتحدة العرب بتطوير ترتيبات تعاونية مع روسيا بشأن قضايا محددة كما تجذب التجمعات متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون الروسي العربي عددا متزايدا من الوزراء العرب إذا كانت واشنطن تريد أن تحافظ على فوائد العلاقات مع الدول العربية فعليها أن تسعى لأن تكون شريكا يمكن التنبؤ بتصرفاته ويجب أن لا تنحرف سياسة الولايات المتحدة عن المواقف السابقة إلا عندما تتغير الظروف بشكل كبير بما يكفي لجعل هذا الانحراف مبررا ويجب على القادة العرب أن يفهموا بوضوح الظروف التي يمكنهم فيها الاعتباد على دعم الولايات المتحدة والمسافات التي تذهب إليها واشنطن لتحقيق أهداف محددة وهذا مهم بشكل خاص لشركاء في منطقة معرضة للصدمات مثل الشرق الأوسط وإذا أمكن يجب أن تسبق المشاورات مع الشركاء التغييرات التي تحدث في السياسة لشرح التحول المعني والغرض منه ومدى التغير الذي سيشهده موقف واشنطن وليست هذه دعوة إلى التخلي عن الأولويات أو القيم وإنما دعوة إلى الثبات والتساوق في موازنتها إذا من خلف الأقنعة قرر بعض متظاهرين من مظاهرات هونج كونج المستمرة عمل بورتيهات صور وعمل فني للأقنعة التي يختفون خلفها خوفا من الحكومة نتابع جزءا منها في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية ترجمة نانسي قنقر فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول مجموعة من أسومات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء